ثم هم رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم لا شك المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل يبتعون فضلا من الله ولضوانا وينصرون الله ورسوله ثم أفضل المهاجرين الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذنورين ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع خلفاء الراشدين ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر الذين شهدوا بدرا ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فالله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم يجي واحد من الفسق والفجرة ويجي ذم الصحابة والله قد رضي عنهم قبح الله أهل السوء والضلال ثم الذين أسلموا قبل الفتح قبل الفتح مكة أفضل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلا الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى وهي الجنة من صحابة الجنة فالصحابة لا يلحقهم أحد لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل